موسيقى يعطيكم ألف عافية اليوم إن شاء الله رح يكون معنا آخر درس بالوحدة الأولى واللي هو درس مقارنة الكسور والأعداد الكسرية وترتيبها رح أكون معكم أنا مصرق عبد الرحمن مع منصة مناهج الأردن صوت وصورة خلال حستنا اليوم رح يعرف الطالب يقارن بين الكسور والأعداد الكسرية ويرتبها طبعا تنازليا وتصاعديا الآن في عندي قاعدتين تحكيلي القاعدتين إذا كان الكسران لهم المقام نفسه المقام نفسه يعني اللي هو العدد اللي من تحت إذا كان لهم نفس المقام العدد اللي فيه البسط الأكبر هو العدد الأكبر بينما إذا كان العددين لهم نفس البسط اللي هو العدد اللي من الأعلى نفس الشيء العدد اللي مقامه أصغر هو العدد الأكبر خلينا نشوف كيف يعني في عندي مثال بحكيلي قارن بينه 5 على 12 و7 على 12 الآن أنا هاي نفس المقام إذن إحنا على القاعدة الأولى إذا كان لهم نفس المقام العدد اللي بسطه أكبر هو العدد الأكبر أو خليني أحكيلكو شوي طريقة ثانية يعني لو أنا معي 5 دنانير بدي أعطيهم لـ 12 شخص ومعاي كمان 7 دنانير بدي أعطيهم لـ 12 شخص برأيكم مين اللي رح يأخذ أكثر اللي كان معاي 7 وعطيتهم للـ 12 ولا لما كان معاي 5 دنانير وعطيتها للـ 12 أكيد لما يكون معاي 7 دنانير كل شخص من الـ 12 شخص رح يأخذ عدد أكبر من النقود وبالتالي 7 على 12 رح تكون أكبر من 5 على 12 وبهيك رح يجي التمساح ويفتح تمو يوكل العدد الأكبر الآن 8 على 11 بدي أقارنها مع 8 على 15 الآن إحنا على القاعدة الثانية تحكي لنا إذا كان نفس البسط العدد اللي مقامه أصغر هون عندي 11 أصغر من 15 هو العدد الأكبر بمعنى آخر لو أنا معاي 8 دنانير هدولة الثمانية بدي أوزحهم على 11 شخص كل واحد رح يأخذ مبلغ معين والآن لو عندي 8 دنانير بدي أوزحهم على 15 شخص برأيكو لما يكون معاي 8 وعطيها للـ 15 زي لما يكون معاي 8 وعطيها بس للـ 11 أكيد لما يكون عدد الأشخاص أكثر رح يأخذوا مبالغ أقل فبالتالي هون 8 على 15 رح تكون أقل لأنه عدد الأشخاص أكبر بينما نفس عدد النقود يعني أنا معاي 8 دنانير مرة رح أعطيها للـ 15 شخص ومرة رح أعطيها للـ 11 شخص أكيد لما يكون 11 شخص رح يكون كمية النقود أكبر كل شخص منهم رح يأخذ كمية أكبر من النقود وبالتالي رح يجد تمساح ويفتح تموه الآن كمان مثال في عندي المقامات متساوية إما إحنا بنكون حاضين القاعدة المقامات متساوية البسط الأكبر هو الأكبر مين أكبر السبعة أو الخمسة السبعة أكبر إذن كل هذا العدد أكبر أو كل مرة أفكر بنفس الطريقة مثلا لو أنا معاي 7 تفاحات وبدي أطعميهم لـ 9 أشخاص بينما معاي 5 تفاحات وكمان بدي أطعميهم لـ 9 أشخاص برأيكم مين رح يوكل أكثر ويش باع أكثر لما يكون معاي 7 تفاحات ولا 5 تفاحات أكيد السبع تفاحات رح تشبع 9 أشخاص أكثر وبالتالي هي الأكبر الآن عندي 5 على 8 و5 على 11 نفس اللي هي القاعدة الثانية نفس البسط الآن المقام الأصغر هو العدد الأكبر لكن بطريقة ثانية لو معانا 5 تفاحات بدي أطعميهم لـ 8 أشخاص أو معاي 5 تفاحات بدي أطعميهم لـ 11 شخص برأيكم مين رح يشبع أكثر لما يكونوا 8 أشخاص بس ولا لما يكونوا 11 شخص بدهم يوكلوا نفس عدد التفاح أكيد لما يكون عدد الأشخاص أقل رح يوكلوا ويشبعوا أكثر من الأشخاص الأكثر فبالتالي 5 على 8 أكبر من 5 على 11 الآن الفكرة الثانية برضه بدنا نقارن بين كسور لكن رح نشوف هاي الكسور رح يكون فيها المقامات أو البسط غير متشابه يعني مش شرط دائما يكون البسط متشابه أو المقام متشابه أندي مثال بحكيلي قارن بين الكسرين 1 على 4 و 3 على 8 إذن بدنا نقارن بين 1 على 4 و 3 على 8 الآن لاحظوا البسط مش متشابه إذن صعب نمشي على قاعدة البسط المتشابه كمان المقامات مش متشابهة إذن بدنا نبحث عن طريقة نخلي المقامات أو البسط متشابه الآن أنا بدي أخلي المقامات متشابهة شو رح نعمل رح نبحث فيه جدوى للضرب للعدد 4 و للعدد 8 اللي هي المقامات الآن 4 ضرب 1 اللي هي عبارة عن 4 4 ضرب 2 اللي هي عبارة عن 8 4 ضرب 3 اللي هي عبارة عن 12 الآن الثمانية 8 ضرب 1 8 8 ضرب 2 6 16 الآن أول عدد مشترك بينهم لاحظوا المشترك بينهم هو العدد 8 طيب أنا هون الأربعة بكم ضربتها حتى أعطتني 8 ضربتها ب2 طيب الثمانية بكم ضربتها حتى أعطتني 8 ضربناها بواحد أو هي نفس العدد فالآن عشان أخلي الأربعة تصير 8 بدي أضربها ب2 إذن لو ضربنا الأربعة ب2 رح تصير 8 لكن هل بكفيني أضرب المقام فقط لا دائما لازم زي ما بضرب المقام أضرب البسط بنفس العدد فضربنا البسط والمقام بنفس العدد هون لأنه 1 ما في داعي نضرب بواحد لأنه أي عدد ضرب 1 رح يعطيني نفس العدد الآن 2 ضرب 1 اللي هي عبارة عن 2 2 ضرب 4 اللي هي عبارة عن 8 الآن بدي أقارنها مع 3 على 8 الآن بنرجع للقواعد اللي أخذناها المقامات متساوية البسط الأكبر هو العدد الأكبر أنا هون عندي البسط 3 أكبر من 2 إذن رح يجي التمساح ويفتح تموه ويوكل العدد الأكبر أو زي ما حكيت لكم لو أنا معاي تفاحتين بدي أطعمهم لثمان أشخاص وعندي ثلاث تفاحات كمان بدي أطعمهم لثمان أشخاص مين رح يكون نصيبه أكثر لما يكون في عندي ثلاث تفاحات ولا تفاحتين أكيد لما يكون عندنا ثلاثة تفاحات كل شخص من الثمان أشخاص رح يكون نصيبه أكبر ورح يشفع أكثر فبالتالي هذا العدد رح يكون أكبر كمان مثال عندنا اتحقق صفحة 25 عندي 5 على 8 بدي اقارنها مع 1 على 3 رح ناخد المقامات اللي هي 8 و3 ونبحث عن اعداد مشتركة بينهم الآن جدول الضرب للعدد 8 او مضاعفات العدد 8 8 ضرب 1 8 8 ضرب 2 16 8 ضرب 3 عبارة عن 4 و20 8 ضرب 4 اللي هي عبارة عن 32 خلينا نشوف مضاعفات العدد 3 3 ضرب 1 3 3 ضرب 2 6 3 ضرب 3 9 3 ضرب 4 12 3 ضرب 5 15 3 ضرب 6 18 3 ضرب 7 اللي هي عبارة عن 21 20 و3 ضرب 8 اللي هي عبارة عن 24 20 اذا المشترك بينهم هو العدد 24 طيب انا الثمانية كم خطوة تحركت حتى صارت 24 تحركت ثلاثة خطوات او ضربنا الثمانية في ثلاثة حتى تعطيني 24 لو احنا حافظين جداول الضرب راح نختصر هاي الخطوة بمباشرة واكون عارفة 8 بضربها بثلاثة بتعطيني 24 3 بضربها بثلاثة بتعطيني 24 20 او لو احنا مثلا ما بدنا نحفظ جداول الضرب وبدي اوحد المقامات ممكن نضرب بالعكس يعني انا هون عندي المقام ثمانية وهنا المقام ثلاثة بضرب هذا المقام بالمقام الثاني اللي هو ثلاثة وبضرب الثلاثة بالمقام الاول اللي هو ثمانية يعني حتى هون ممكن اضرب الاربعة بثمانية والثمانية اضربها باربعة بيعطيني بالنهاية نفس النتيجة راح ارجعكم ارجع للمثال السابق الآن إذن الثمانية كم خطوة تحركنا؟ ثلاثة إذن بدي أضربها بثلاث ونفس الشيء لازم أضرب البسط في ثلاث الآن العدد الثاني المقام ثلاثة كم بدي حتى يصير 24؟ بكم بدي أضربه؟ رح أضربه في ثمانية ونفس الشيء البسط بدنا نضربه بثمانية صار عندي أنا ثلاثة أضرب خمسة خمسة عشر على أربعة وعشرون بدي أقارنها مع ثمانية على أربعة وعشرون الآن نفس المقام البسط الأكبر هو العدد الأكبر بيجي التمساح وبفتح دمه وبوكله الآن هون حكيت لكم فيه طريقة ثانية خلينا نكتبها هون لو أنا بدي أقارن مثلا واحد على أربعة مع ثلاثة على ثمانية بس ما بدي أشوف المضاعفات ومش حافظة جدا وللتضرب شو ممكن نعمل؟ ممكن نضرب بالعكس أنا هون عندي العدد أربعة وهون عندي المقام ثمانية رح أضرب المقام الأول اللي هو أربعة في المقام الثاني وزي ما ضربنا المقام رح نضرب البسط ورح نضرب المقام الثاني بالمقام الأول اللي هو العدد أربعة يعني نضرب بالعكس بسط مقام رح نضرب بأربعة ثلاثين وهون ثمانية ضرب أربعة كمان اثنان وثلاثين الآن هون رح نقارن بما أنه المقامات متساوية العدد الأكبر هو في البسط هو رح يكون الكسر الأكبر أنا عندي 12 أكبر من ثمانية إذن هذا الكسر كله أكبر من الكسر الثاني لاحظوا إذن الثلاثة على ثمانية يكافئها 12 على 32 والكسرين أكبر من الكسر الأصلي الآن كيف بدنا نقارن بين الأعداد الكسرية خلينا نشوف مثال التالي في عندي اثنان وثلاثة على أربعة وعندنا اثنان واثنان على ثلاثة أول شيء ببلش أقارن فيه هو الأعداد الصحيحة هون أنا عندي اثنين وعنده اثنين بما أنهم متساويين الآن رح ننتقل إلى الكسر في عندي الكسر ثلاثة على أربعة والكسر اثنان على ثلاثة كيف بدي أقارن بينهم الآن إذن بدي أقارن بين الثلاثة على أربعة مع الثلاثة على ثلاثة زي ما علمتكم ممكن استعمل طريقة اللي هي الضرب العكسي أو التبادلي هاي أربعة رح أضربها بالمقام الثاني اللي هو ثلاثة في البسط والمقام وهي الثلاثة رح أضربها في الأربعة اللي هو المقام الثاني إذن هو نضرب أربعة في البسط والمقام رح تعطيني تسعة اللي هي ثلاثة ضرب ثلاثة تسعة على اثنى عشر بدي أقارنها مع ثلاثة ضرب أربعة ثمانية على اثنى عشر الآن بدنا نقارن البسط الأكبر بيكون العدد كله أكبر لأنه نفس المقامات إذن تسعة على اثنى عشر أكبر من ثمانية على اثنى عشر يعني الثلاثة على أربعة لأنها هي مكافئة للتسعة على اثنى عشر أكبر من الاثنين على ثلاثة وبالتالي الكسر اثنان وثلاثة على أربعة أكبر من الكسر اثنان واثنان على ثلاثة كل هاي كثور مكافئة طبعا إحنا نجوزنا العدد الصحيح مباشرة لأنه متساوي خلينا نشوف العدد المثال الثاني في عندي واحد وخمسة على ستة بدي أقارنها مع اثنان واثنان على ثلاثة لاحظوا الأعداد الصحيحة هون عندي واحد هون عندي اثنين مباشرة أنا هون كأنه معي تفحتين وهون معي تفاحة ومن أكبر؟ أكيد التفاحتين أكبر بدون ما أنتبه للكسر اللي معه إذا كان العدد الصحيح أكبر مباشرة الكسر كله بيكون أكبر أما إذا كان الأعداد الصحيحة أو الكلية متساوية الآن بدي أقارن بين الكسور في عندي أتدرب بحكي لي رتب الأعداد الكسرية تنازليا عشان أذكركم التنازليا يعني من الأكبر للأصغر زي ما حكيت لكم في حصص سابقة كأنه مننزل عن الدرج بدي أكبر شيء لأصغر شيء طيب وين تتوقع يكون أكبر عدد؟ خلينا نشوف الأعداد الصحيحة هون عندي 9, 8, 8 من أكبر إشي فيهم؟ أكيد لما يكون معي العدد 9 يعني 9 تفاحات أكثر من 8 إذن هاي أول عدد أنا عندي أكبر عدد موجود عندي 9 و 2 على 7 الآن بدي أقارن بين 8 و 1 على 4 مع 8 و 6 على 9 الآن زي ما حكيت لكم بما أنه بدي أقارن بينهم 1 على 4 مع 8 و 6 على 9 كأنه مننسى الأعداد الصحيحة وأقارن الكسور فقط كون الأعداد الصحيحة متشابهة الآن بدي أقارن بين الكسور طيب شو بدي أعمل؟ زي ما حكيت لكم ممكن نضرب البسط والمقام بدون ما نبحث عن المضاعفات مباشرة بشكل عكسي الأربعة رح أضربها في 9 البسط والمقام والستة رح أضربها في أربعة برضو البسط والمقام إذن بضرب المقام الأول بالمقام الثاني و زي ما بضرب المقام بدي أضرب البسط وبضرب المقام الثاني بالمقام الأول برضو في البسط و في المقام الآن صار عندي 9 ضرب 1 اللي هي عبارة عن 9 على 36 36 بدي أقارنها مع 4 ضرب 6 24 على 4 ضرب 9 36 برأيكم من أكبر لما يكون معاي 24 دينار أو 24 طفاحة بدو كلها 36 شخص ولا معاي 9 طفاحات بدي أطعميهم إلى 36 شخص مين رح يكون نصيبه أكبر ويشبع أكيد لما يكون معاي 24 طفاحة وبما أنه حكينا هاد مكافئ له إذن الكسر 6 على 9 أكبر إذن أنا عندي اللي هو 8 و 6 على 9 أكبر من 8 و 1 على 4 ليش رتبناه ميت؟ لأنه إحنا منرتب تنازلي الأكبر فالأكبر فأصغر إشي يعني أكبر شيء الأصغر منه بعدين أصغر شيء عندي الآن رتب الأعداد تصاعديا التصاعديا يعني من الأصغر للأكبر إذن أنا بدي أبحث عن أصغر عدد الآن أنا عندي الأعداد الصحيحة 2 2 1 من أصغر برأيكو؟ الواحد ولا الاثنين؟ أكيد الواحد أصغر إذن أول عدد أنا وجدته وتخلصت منه هو 1 و 5 على 6 الآن ضل عندي بدي أقارن بين 2 و 3 على 4 و 2 و 2 على 3 حكينا كيف بدنا نقارن بينهم رح نأخذ الأعداد بدون الأعداد الصحيحة كونها متساوية إذن بدي أقارن بين 3 على 4 مع 2 على 3 رح نضرب بالعكس طبعا إحنا حليناها كشكل مثال هون بس رح أعيدها رح أضرب في المقام الثاني بسطو مقام وهون رح أضرب في المقام الأول كمان بسطو مقام رح تعطيني 9 على 12 بدي أقارنها مع 8 على 12 وأكيد 9 أكبر إذن الآن العدد الأكبر اللي هو 2 و 3 على 4 أكبر من 2 و 2 على 3 إحنا شو بدنا تنازليا يعني أنا بدي أبحث عن العدد الأصغر الأصغر هون مين عندي عفوا تصاعديا يعني بدي أبحث عن العدد الأصغر مين العدد الأصغر عندي هون اللي هو 2 على 3 إذن العدد الثاني هو عبارة عن 2 2 على 3 وآخر شيء بيضل عندي اللي هو 2 و 3 على 4 الآن بدي أعطيكو بس هيك الميثان الخطر اللي الآن لو كان عندي مثلا 1 و 5 على 6 بدي أقارنها مع 2 على مثلا أو 9 2 خلينا نحكي 2 على 3 3 مباشرة إذا كان عندي كسر عادي وعدد كسري دائما العدد الكسري هو رح يكون أكبر بس بلتكو تنتبهوا إنه هون يكون الكسر فعلي مش غير فعلي لأنه الكسر الغير فعلي يعني بدي يكون فيه عندي عدد صحيح وتعلمنا كيف نحوله وممكن نقارن بينهم إذن إذا كان عندي عدد صحيح مع كسر عادي مباشرة العدد الصحيح دائما هو الأكبر وهيك بنكون خلصنا الوحدة ويعطيكم ألف عافية ترجمة نانسي قنقر